مساء الخير اليوم راح عمل معاكم الكرب المالح وراح نعمل بطريقة سهلة وبسيطة قبل ما نبدأ في الفيديو اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي ولا ما تنسوش تشتركوا بالقناة ولايك وشير اذا اعجبكم الفيديو وتتابعوني على الفيسبوك وتعملوا لايك للفيديو في البداية عندي فلفل الوان بتقدر تستخدموا اي نوع فلفل استخدمت الفلفل الوان البارد بقطع الفلفل الى مقعبات صغيرة بهذا الشكل وعندي حبة من البيض راح اضيف عليها ملح وفلفل اسود راح اخفق البيض مع الملح وفلفل اسود بهذا الشكل في مقلاة بدهنها بالزبدة او اي مادة دهنية بضيف البيضة بوزحها في المقلاة وبضيف عليها خبز استخدمت هذا الخبز بافصل القطعتين عن بعض وبضيف قطعة واحدة برفحهم على الغاز حتى يتماسك البيض لازم تكون النار هادئة حتى ما ينحرق البيض بعد ما يتماسك البيض باقلب السندوتش وبعمل فيه فتحها بهذا الشكل بضيف جبنة استخدمت الجبنة الرومي واستخدمت البسترمة والفلفل الالوان واستخدمت زيتون اسود وزيتون اخضر وزيبنة شيدر طبعا بتقدر تستخدمه اي نوع خضار واي نوع عجبان واي نوع لحوم حسب ما بتحبه او حسب المتوفر باقلب السندوتش بهذا الشكل كل ربع فوق التاني وبسيب السندوتش حتى يتحمر واتتيح الجبنة ويتماسك وظن اقلب فيه حتى ياخد قرمشة منبرة بهذا الشكل بكرر كل السندوتشات بنص الطريقة بعمل فتحها في السندوتش وبضيف عليه زيتون واللانشو منقطع مكعبات وجبنة مزوريلا وفلفل الالوان بقلب اطراف السندوتش كل ربع فوق التاني بهذا الشكل طبعا هو سندوتش سريع وسهل وبسيط وما بياخد وقت وطعمه كتير لذيذ وهي بعد ما خلصت السندوتشات شايفين كيف شكلها جميل طارية من الداخل ومقرمشة من برة وطعمها كتير لذيذ بتمنش جربوه بطريقتي بتحكولي رأيكم في التعليقات شكرا كتير لحسن المتابعة وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصحتين وعافية شكرا كتير لحسن المتابعة